لا أبالغ عندما أقول لكم أن الجمهور العراقي هو الأعلى صوتا في سوق واقف اليوم الصورة أمامكم تتكلم الحشود الجماهيرية العراقية تستمر بالتوافد إلى دولة قطر لمؤنزرة ودعم أسود الرافدين في مبارياته ببطولة كأس آسيا 2023 فبعد الفوز الساحق لمنتخبنا الوطني على نظيره المنتخب الياباني هناك مواجهة منتظرة في الغد بين العراق وفيتنام في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات وضمن إطار المنافسات الحماسية للمجموعة الرابعة في كأس آسيا حيث يتطلع منتخب العراق إلى الاستمرار في أدائه الرائع لمواصلة مسيرته الناجحة والفوز بهذه المنافسة الشريسة اشتركوا في القناة 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 المترجم للقناة بالروح بالدم نفديك يا عراق حيو العراق حيو وغيرها الكثير من القولات العراقية والأهازيج التي صدحت بها أصوات المشجعين عاليا في سوق واقف وسط أجواء مثيرة وحباسية مبهرة لتشجيع منتخبنا الوطني ورفع معنويات لعبيه قبيل اللقاء المرتقب بشغف مع المنتخب الفيتنامي على سيد جاسم بن حمد الجماهير العراقية تطمح لتألق منتخبنا الوطني في المباراة وفوزه بلقب البطولة في النهائيات ترجمة نانسي قنقر